شوف أنا بالنسبة لي قضية عوض خميس لها منظورين منظور هلالي ومنظور نصراوي منظور نصراوي يرى أنه هو ما لدخل نهايي في القضية أنا بالنسبة لي جاءني لعب وقبل العرض اللي أنا قدمت له له في يناير والمسجل في لجنة الاحتراف ووقعت معه أنت يا النصر؟ هذا وجهة نظر نصراوي الهلال يقول لك نظرة الهلالية أو نوجة نظرة الهلالية ترى أنه اللاعب وقع عقدين وقع مية عقد ووقع عقد مع نادي مرة ثانية بعد توقيع عقد مية فهذا بهذا التالي أنه أنت كلاعب وقعت معي عقدين النصراوي يقول لك نحن لا نشغل في مشكلتك أنت وعوض أنت والهلال والعوض يحل الموضوع عوض خميس خاطب نادر الهلال قال لهم أنه أنا أفسق عقدي في النظام موجود إذا أنت فسقت عقدك بدون سبب شرعي أو مشروع يقبل فأنت تقعد على طائرة شزم العقوبة التي هي من أربع إلى ستة شهور وتدفع ثلاثمائة ألف ريال وبما أنه العقد غير ساري أو لم يسلي العقد اللي أنت وقعته ما يمشي ما يحق لي هلال من الطرف بالتعويض ولكن عادة يحكم للنادي ستة شهور من راتب ستة شهور كرواتب لتعادل مليون ومئتين مش سنة كاملة هذا كلام محاميين أنا سائل محاميين واخدت منها المعلومة لأنه من المتخصص في المحامات القانون اللي أنا قلت لك عليه أنا درجعت له في النظام الاحتراف الموجود عندنا ورقيته موجود مواد موجودة صريحة الشيك الهلال اللي هو يقال أنه سلفة وحتى وإن كانت سلفة لا ينظر لها كسلفة ينظر لها كقيمة مقدم عقد لأن الهبات والعطايا وشيء زي كده ما تحسب تعتبر من أنواع الغراءات ودعم للعقود زي ما يحدث في قضية العويس يعني العويس زي بنتك العويس زي الآن زي الآن يرأي الحين اللي مع بنتي واللي بيشتري بيت لا لا زيدك مش شعبت لا لا في قضية الحين تلوح في الوفق الآن قضية جديدة اثنين بورش الآن اثنين بورش للعب تلوح في الوفق اصبروا شوية تدخلك الآن غير الثنين ذونا غيرهم شي جديد عندنا مشكلتنا نشوف إذا ما كان في حسم شيء سريع المرة الجاية طيارات شك جيد الآن ما عليش يا خالد اي نعم محمد كنو هذا اسمعناه قررناه في الكتاب بصحيفة اليوم كان موجود اثنين بورش يقول لك عشان الرخوير الحلال لا لا ما عرف لا لا ما قد فيه لأنه في مفاوضات أسمع أنه لا لا أنا ما عرف أنا ما عرف من النادي بصراحة ولا عندي معلومة قلتها اللي أنا أتكلم فيه أنا لنشتروا به هذا الموضوع يجب أن يكون من اتحاد السعودي الآن الحزم في هذه الأمور وصراعة الحكم في هذه الأمور إذن أنظمة واللوايح واضحة عندك ليش أنت ما استدعيتهم عن مباشرة ثاني يوم وخلصت الموضوع حكم فيه موضوع العويس اللي أعتقد فيه أمور حساسة الاتحاد السعودي وغيرا صالوا شهرين يقدر يدخل مباشرة فيها ليش في لجنة تحكين مثل حساب اللاعب مثلا أمور لا هذا موضوع لا هذا قضية شقار لا لا أنا أتكلم عن القضية اللي حكم فيها الآن القضية اللي حكم فيها الآن اللي بطلان العقد وبطلان الاتفاقية وشيء زي كذا ليش ما ما تمت مباشرة أنت صالوا شهرين قاعد تتكلم على لاعب منتخب اللاعب خسر المنتخب لأنه ما قاعد يتمر النهاي لا ما نادي ولا ما قاعد يلاعب قصد يا أنا آسف حكيمة رياضي أعتقد صالوا شهرين نفس الشيء تحدي سعودي حتى الآن ما خلص القضية إلى الآن لم ترفع من اللجنة اللي أنا أقصده إحنا ألتم منحلت قضيته حتى الآن اللاعب سعيد المولد حتى الآن قضيته أعتقد إلى الآن معلقة ما خلصت صار عندك عوض خميس صار عندك الآن العويس صاروا أربعة الآن إذا صدقت الانباع لحق التكنو بيصنون خمسة وزيادة وبعدين كنو بيأتي اثنين بورش قيل جيتو